مؤشر عمران الصحة والتعليم الابتدائي في السادس عشر من يوليو أطلقت منصة عمران خدمة مؤشر وذلك بفتح المجال أمام الباحثين والكتاب والمهتمين لتسليط الضوء على مجال من مجالات التقدم في الأمم والبلدان الغربية والإسلامية عبر سلسلة من المقالات والأبحاث قصد الوصول إلى إجابة عن الأسئلة التالية أين نحن الآن؟ أين نريد أن نصل؟ كيف نقاوم المقاومة؟ ولأن مصار الأمم نحو النهضة والتطور لا بد له من الغرور عبر محطتي التعليم الابتدائي والصحة ولأهميتهما كان لزاماً علينا الانطلاق بهما بمشاركة مجموعة من المدونين وذلك من خلال العديد من المقالات والدراسات التي غطت جوانباً كثيرة وزوايا دقيقة لمعالجة الأزمة وقد أبدع كتاب محرري عمران انطلاقاً من رصد الدول الإسلامية التي تتصدر مروراً بطرح الإشكاليات التالية لماذا يعتبر التعليم مفتاحاً للتنمية؟ كيف نؤسس نظاماً تعليمياً جديداً في وجود نظام تعليمي قائم؟ ما هي معايير التعليم الجيد؟ دون إغفال الحلول عبر طرح مجموعة من الأفكار احتوتها مواضيع كثيرة منها في ستة خواطر هكذا يرى المعلم حلول مشكلات التعليم الأساسي توفير التكنولوجيا في الصحة والتعليم تطوير أم ميزانيات ضائعة التعليم الابتدائي ممكن للجميع علم طفلاً كما تم تسليط الضوء على التجارب الرائدة في التعليم من خلال التعليم ليس ميداناً للمنافسة طريق سنغفورة إلى ريادة الأعمال في التعليم الابتدائي كيف تحولت فنلندا من كوكب صالح للزراعة إلى كوكب رائد في التعليم؟ أما مجال الصحة فعلاوة على المواضيع المشتركة مع التعليم الابتدائي فقد أفرز مؤشر مساحة كبيرة لهذا المعيار من خلال عدة مواضيع منها الرقمنة نظام مستقبلي للرعاية الصحية كيف تساهم البيئة في ترقية الأوضاع الصحية الصحة في العالم الإسلامي التحديات والآفاق البحث العلمي في الطب بين واقع الأمة والآمان ولتستمر الجهود في تحليل ودراسة واقع الأمة الإسلامية يضع عمران بين أيديكم مؤشر المؤسسات ساهم معنا إدراك الواقع وهندسة المستقبل